يلا بقى نقول ايه اهميتها ودلالتها على سبيل المثال قلنا مثلا من ضمن الاسئلة او كان اول سؤال ايه اكتر ثلاث كلمات يقدروا يوصفوا ابنكم او بنتكم المراهقين الحقيقة ان اختيار ثلاث كلمات يعني انسب ثلاث كلمات يوصفوا ابنكم او بنتكم ده بيساعد في التركيز على ابرز صفات شخصية المراهق يعني لما نقول ايه اوصفي ابنك في ثلاث كلمات فتقولي عصبي حنين عنده طموح مثلا فهمتوا قصدي خلاص مثلا انا بدرب مثلا خلاص الحكاية دي بتساعد على حاجتين اول حاجة انك بتركزي في المهم بجد فهمين قصدي مش بتلاقي نفسك بقى ده مغلبني ومبيسمعش الكلام وما بيرضاش يرتب هدومه وما بيرتبش سريره قبل ما ينزل وتليفونه ومش عارف بيعمل ايه لما بيطعش احنا برا ما بيكلمنيش وما بيطمي لما نقولك طب تلاتة بس عايزين اوصفي ابنك بتلات كلمات لما نقولك اوصف بنتك بتلات كلمات ايه اكتر تلات كلمات مش تلات كلمات عشوائي ايه اكتر تلات كلمات تحسي كأم تحسي كأم او تحسي كأب انهم بيصفوا بنتك او بيصفوا ابنك خلاص كده الحكاية دي بتساعد انها بتحدد الصفات البارزة اللي ممكن يتعرف بيها المراهق والمراهقة وسط الناس واذا كانت الصفات دي فيها صفة او اكتر ايجابية زي ما المثال اللي انا قلته اه عصبي حنين وعنده طموح العصبي دي سلبية انما حنين دي ايجابية وعنده طموح دي كويس لو في صفة ايجابية او اكتر يعني في التلاتة ده يخلينا نبني على الصفات دي نكبرها ده من ناحية من ناحية تانية ده هيساعدنا على تعديل الصفة السلبية نقوم نمسك بقى الصفة السلبية دي ونشرحها كده زي ما بيقولوا سواء لوحدنا او مع بعض كأب وام او معنا كلنا بقى مع بعض كأسرة بحضور ابننا او بنتنا المراهقين من ناحية تانية او يعني حاجة تانية بنفس الطريقة لما المراهق او المراهقة هم اللي بيوصفوا نفسهم هم بقى مش احنا قلنا نفس الاسئلة هم يسألوها لنفسهم لما هم اللي يوصفوا نفسهم باكتر ثلاث كلمات ممكن تعبر عنهم ده له فواية كتيرة قوي زي ايه زي تدعيم الثقة بالنفس ها هو الولد من هنا المراهق في النقطة دي او البنت المراهقة هي شايفة نفسها ان هي انا مثلا وثقة من نفسي مصرة بوصل للي انا عايزها من اي هدف بحاول اوصله عندي شخصية مستقلة مثلا يعني انا بضرب مثلا لو البنت هي كتبت الثلاث كلمات دول او الولد كتب ثلاث كلمات خلو الجانب الاخر بقى ده بيدعم او الثقة ثقتهم بنفسه سيبوكوا خالص من انه الكلام ده صح او غلط من وجهة نظرهم لا المهم ان هم يقولوا هم عارفين يعبروا الحكاية دي بداية اصلاح سلوك او طريق غلط هم ممكن يكونوا بيعملوه او ماشين فيه طريق غلط مش لا سامح الله عاجة وحشة انتو فاهمين قصدي يعني اعتراف الشخص نفسه المراهق او المراهقة بانه صفاته التمييزية او التلات صفات الاساسية فيه هم كذا وكذا وكذا ده بيفتح مجل الحوار معايا حوالين الكلام اللي انت قلته يعني انت كأب او انت كأم انت قلت كذا تعال بقى نحلل اللي انت ليه بتقول على نفسك انك مثلا بتوصل للهدف اللي انت عايزه ازاي بقى بناء على ايه بقى توصل للهدف اللي انت عايزه وانت ما بتذاكرش كويس او لما بنقولك الحاجة الفلانية انت ما بتقولناش رؤيتك ايه مثلا في حلها او المشكلة الفلانية فاهمين قصدي مجرد ذكر الكلام ده بيكون بداية الحل خلاص مثل تاني في الاسئلة برضو معرفة ابننا او بنتنا عايزين يبقوا ايه لما يجبروا فاكريني السؤال ده اللي مسأله للاطفال الصغرين اللي هو نفسك تبقى ايه لما تجبر خلاص لا احنا بنسأل بقى المراهقين والمراهقات دلوقتي واحنا قلنا بنسأل نفسنا بنسأل نفسنا كأب وام الاول وبعدين بنرجع نسألهم هم الحكاية دي لو مثلا عرفناها من ناحية الوظيفية مثلا نفسي أبقى كذا نفسي أشتغل كذا بتكون مش مجرد حلم أو طموح زي ما الناس فاكر لا دي بتكون ترجمة لرغبات ومشاعر داخلية مهمة جدا جوا المراهق زي لو قال مثلا أو قالت عايزة بقى دكتور خلاص يبقى هو في الوقت ده ابنك أو بنتك اللي بيقول عايزة بقى دكتور ده في الوقت ده والمرحلة العمرية دي من حياته اللي هي فترة المراهقة مش عايز يبقى دكتور اللي هو يبقى عنده عيادة شكل عامل كذا ولا عربي عامل لا ترجمتها بقى عندنا احنا في العلم يبقى هو عنده رغبة أكيدة في توفير الراحة أو الرعاية أو الاهتمام بناس تانية فهمته المغزة بتاع الحكاية ودي معلومة مهمة جدا ممكن نخليهم يستفيدوا منها في عمرهم ده يعني نيجي مثلا البنت أو الولد لما نحس انه هو الاشارات دي بتترجم كده نقولوا على فكرة طب ما فيه جامعيات خيرية ومنظمة جدا دلوقتي عن طريق الدولة والكلام ده كله بتطلب متطوعين عشان يساعدوا غيرهم انت تحب تعمل حاجة زي كده تحب تعمل لي حاجة زي كده آه يا ماما أنا نفسي أعمل حاجة زي كده بس الحاجة دي ازاي تعالى نبحث ونشوف الموضوع ده ازاي فهمتوا قصدي الموضوع بييجي الأهداف الجميلة دي بنوصلها عن طريق الأسئلة دي خلاص نستفيد احنا من الأجوبة دي كمان ان احنا شخصيا نوجه أنظرهم نحية أنشطة تانية إيجابية زي ما لسا بقول أنشطة تانية إيجابية وهكذا وممكن بالتبعية نبعدهم عن نشاطات تانية سلبية أو مقلقة كل سؤال من أسئلة اختبار الهوية أجوبتها ليها دلالات نقدر يعني تقدروا انتو كأباء وامهات أنا بقول نقدر كأباء وامهات نكتهد في تفسيرها احنا اللي نفسر قعودوا كده قولوا أنا ابني بيقول أنه هو عايز يبقى كذا طب ده دلالته إيه ونقعد نقرأ ونقعد نسأل بعض ونفكر وما فيش على فكرة صح وغلط يعني مش هنقول إيه ده هو بيقول عايزي بقى دكتور يبقى هو عايزي بقى عنده مزرعة في طريق إيه العلاقة إنما هو ليه عايزي بقى دكتور هو يبقى هو عشان مثلا شاف جدته متألمة شوية فهو عايز يخفف عنها الألم عشان هو بيحب جدته الله طب ما دي حاجة حلوة يبقى معنى كده إنه هو عنده رغبة إنه هو يساعد قال أنا عايزي بقى محامي هو المحامي ده أنت عارف بيشتالي آه طبعا بيدافع عن المظلومين وبتاع يبقى هو فكر الموقف لما مرنا بالموقف الفلاني وكان فيه فلان الفلاني اللي حصلت له مشكلة وهو بيحبه فحسس إنه عايزي دافع عنه طب ما ما إحنا ممكن نبني على الحكاية دي لازم إحنا كأباء ومهات نكتهد في تفسير الأجوبة إحنا اللي نعمل كده في الأول وده المفروض يحصل في أغلب الأحوال وبعد كده نشترك مع ابننا أو بنتنا المراهقين في فهمها والنقاش فيها نسألهم بشكل واضح ليه 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 نفسك تبقى مدرسة مثلا خلاص ليه نفسك تبقى عندك محل بتبيع مش عارف كذا ليه إيه وجهة نظرك أنت حسس إن ده حلو في إيه خلاص هذا النقاش وهذه الحالة دي فوايد إيجابية عظيمة جدا جدا خلاص الأجوبة دي كمان ممكن تخلي المراهق أو المراهقة مش ممكن ده أكيد يتكلموا معانا ويفكروا مع نفسهم وده في حد ذاته إنجاز هايل إن إحنا نوصل في المراهقين والمراهقات للمرحلة دي إن إحنا نخليهم يتكلموا معانا عن اللي جواهم عن اللي نفسهم يبقوا فيه أو نفسهم يبقوا عليه أو الحاجة الوحشة اللي عايزين يغيروها وهكذا ترجمة نانسي قنقر